دكتورة سماح نقطة معيارية في الاختبار الدولي مقارنة بنتيجتهم في الاختبار السابق من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا وعلى المشاهدين في البدء أحب أن أبارك للقيادة الرشيدة هذا الإنجاز التربوي الذي يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في مجال التربية والتعليم وهذا للأمانة ليس بالشيء الجديد على طلابنا وعلى تربوييننا كذلك أبارك لجميع طلبتنا اللي اشتركوا في هذه الدراسة الهامة وأيضا أبارك لتربوييننا في مملكة البحرين على هذا الإنجاز الذي أثمر عنه جهدهم وتعبهم طوال السنوات المختلفة في البدء خلينا أعطيكم نبذة بسيطة عن دراسة دولية لقياف مدى تقدم الطلبة في المهارات القرائية هي دراسة دورية توقع كل خمس سنوات تحت إشراف الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي والتي تشوف على عدد كبير أيضا من الدراسات المتنوعة نحن سعيدون جدا وفخورون بإنجازنا الذي تكلل بأن تحصل الملكة البحرين على المستوى الثالث الترتيب الثالث بالنسبة للدول العربية كما أيضا يسعدني أيضا أن أؤكد أن طالباتنا البنات تحديدا أصبحوا الآن في المتوسط العالمي لطلاب العالم وهذا أيضا إنجاز نريد أن نوضحه اليوم في هذه المقابلة الحمد للعرب العالمين من الجهود التي بذلتها وزارة تربية التعليم أثمرت بالحقيقة منذ طدور نتائج الدراسة السابقة التي شاركنا فيها في العام 2016 تمت عمل التحليلات اللازمة وإرسال التقارير التفصيلية إلى جميع المدارس أيضا تمت مراجعة في المناهج عندنا وتأكيد على أنها متوازية مع الأطر الأساسية للدراسة الدولية تم أيضا دعم الحلقة الأولى بحصف لزيارة القراءة والسهم لدى طلاب الحلقة الأولى تحديدا كما أيضا تم تجريب المعلمين والمعلمات ودعمهم باستراتيجيات مختلفة لتطوير عمليات القراءة نعم دكتورة سماح ما دلالة هذا الإنجاز رغم ظروف جائحة كورونا ورغم أيضا حداثة تجربة مشاركة مملكة البحرين في هذا الاختبار الدولي طبعا هذه كان تحدي كبير في تطبيق الدراسة ورقيا محوظويا في مدارس مملكة البحرين الشكومية والخاصة جميعها لأن عينة البحرين عينة شاملة يعني جميع المدارس دخلت هذه الدراسة وصراحة في ظروف الجائحة كان الظرف بالأمان غير مسبوق للعالم جميعا لكن النتيجة التي حصلنا عليها والله الحمد تؤكد على نجاح أولا جهود ذات التربيب والتعليم في ضمان استمرارية التعلم لجميع طلبة المدارس في مدارس الحكومية وكذلك في المدارس الخاصة كما تؤكد أيضا هذه النتيجة على أننا ولله الحمد استطعنا المحافظة على قدر عالي من جودة عمليات التعليم والتعلم والدليل على ذلك أن ولله الحمد مستوى أننا ما ثبت بل بالعكس أننا تحسننا عن خمس سنوات سابقة طبعا هذه ليست الطموح ولكن نطمح إلى الوصول أيضا إلى المزيد والمزيد أيضا من التقدم في السنوات القادمة لكن الجائحة ولله الحمد لم توقفنا عند حد معين ولكن انطلقنا أيضا إلى آفاق جديدة نعم الدكتورة سماح محمد العجاوي أو الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم بوزارة التربية والتعليم كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الثالثة شكرا جزيلا لك